لكن البعض خرج بفكرة ان الاهلي كسب الوداد 2-0 في المغرب فالأمر انتهى طبعا ده من وجهة نظري فخ مش ممكن او مش لازم لعيب ايناد الاهلي يقع فيه واعتقد ان هم مش هيقع فيه من هؤلاء الكابتن خالغا ندور نسمع قال ايه ونرجع نعق وبكرة ممكن الزمالك ينهي يعني فكرة الوصول للمغربان هي زي ما الاهلي انها قولا واحدا خلاص الوصول للمغربان تحصيل حاصل يوم موراة الجمعة الجاية تحصيل حاصل هذا الفريق بهذه الامكانيات البدنية ولسه كمان هيسافر لمصر ما هو هيسافر لمصر والنادي الاهلي في المغرب هيجي مصر طبعا يا جماعة الكلام ده مش فكرة القدم وعندنا نموذج المفروض الكابتن خالد الغندور تحديدا يكون في ذهنه دايما حتى لو كان لسه انبطى القورة في نادي الترسانة وهي مباراة 2005 في البطولة العربية دور 16 الزمالك بيحق فوز على الرجاء المغربي 2-0 في المغرب ومباراة العودة الرجاء المغربي بيحق الفوز على الزمالك بسلسية نظيفة طبعا الجوني الثالث كان داخل في ديئة 91 وكان طبعا هدف شهير للكابتن ابراهيم سعيد بيحاول يلحق طبعا القورة من على خط المرمى فدخل بها القورة المرمى وصعد الرجاء على حساب الزمالك برغم ان الزمالك كان محقق على الرجاء النتيجة 2-0 في المغرب هنا بنتكلم كمان عدم موجود جماهير سواء في المغرب او في القاهرة بتعني ان نسب الفريقين متساوية تماما فاحنا اكيد ان شاء الله مركزين في وراء جاية وما بنسمعش لكل الكلام ده والنتيجة بإذن الله او الصعود نحسمه يوم الجمعة ان شاء الله في عرس اكيد جامون دي اكتر حاجة اتكلم فيها مع اللاعبين من غير ما تفكر ان ايه الدافع اللي يمنعك ان انت تعمل اللي الاهل عمله كل الظروف هي هي كل اغياب الجمهور بتلعب في ملعب فكرة الملعب دي تلغت وعشان كده كويس جدا انه مسماني ادرك ان تسجيل الهدف هناك بهدفه فكويس جدا انه هو عمل حسابه ان لأ انا الهجوم في افضلية بدون جمهور هناك افضل من ان انا اهاجم هنا بس عشان كمان دي ظاهرة لازم ننصدها وحسنا انتفع القناة النادي الاهلي قبل ما ندخل كان فيه تقرير بيكتر بقى ذكريات ليفربول والبارسا والرمونتدات التاريخية احيانا في ثقافات اخرى مختلفة في اندية تانية هيتعاملوا بشكل مختلف خالص وان احنا حسامنا والنظرة اللي فيها تعالي في كرة القدم انما هنا احنا مدركين جيدا ان احترام الخصف هو السبب الاول ان انت تقدر تفوز بس لو احنا دي فلسفتنا كان فيه حد مش دي فلسفته اطلاقا وبيمتلك فلسفة تانية نطلع نسمع كابتر رضا عبدالعال شاف الموضوع ازاي طبعا الشناوي صادت ضرب الجزاء كانت نقطة التحول مع اني ان انا شايف فرقة الوداد فرقة كذابة ويا ريتها ما تيجي اه يعني هما لو يفكروا صح ما يجوش المباراة تانية ليه ليه مش عايزين مش عايزين نفنش المباراة يعني الكرة فيها كل حاجة يا كابت الرضا والنبي متنا يمشي الدنيا يعني احنا بنفرح بس المباراة الجاية مباراة مهمة والكرة فيها دروس كتيرة اوي ده فيها رومونتادة كتيرة حبيبي ماشي كلام ده مثلا لما تلاقي مثلا فيه ثلاث اربع لعيبة يخوفوك حتى لو خسروا ثلاثة انت تبقى حظت ايدك على قلبك اه لما انت مفيش لعيب لفت نظر ده مش كلام فني يعني في رأيي ده مش تحليل فني مفيش في العالم اي حد يتكلم فنيا في فكرة ان انت افضل الوداد ما يجيش مصر ما ينفعش والكلام ده اكتر كلام مضر للنادي الاهلي ولكن اللي عايزين نقف عنده لان جمهور الوداد والجمهور في المغرب بيتابع كل حاجة في قناة الاهلي وفي القنوات المصرية فيه نقط ما ينفعش نتكلم فيها يا كابتن رضا حضرتك ليه طريقتك اللي عارفينها بس مش كل حاجة ينفع فيها ده ومش كل حاجة بتبقى لذيذة ومش كل حاجة بتبقى مقبولة خصوصا ان الجمهور في المغرب مستاء جدا جدا وشايف دي اساءة وخرجت المنتديات المغربية ومقالات زي المقال اللي اتكلم عن كابتن رضا يعني مش هنستعرضه كله الصحفي الناقد الرياضي منعم بالمقدم اللي اتكلم وشاف ان ده استهزاء لا يليق ابدا بالوداد وفكرة التشبيه اللي طنطا هو بالعكس من تقص من طنطا وشاف ان بالعكس كابتن رضا هو اللي بينطقس ان هو يحط الفريق وكأن احنا باللعب طنطا التشبيه اصلا غير مقبول لمدرب نادي طنطا فكابتن رضا ارجوك حزاري من بعض الكلام او التصرحات اللي ممكن تسيق ليك وكمان تسيق للكرة المصرية ومن يتحدث في فنياتها لان احنا بنقول للوداد اللي احنا شفنا منه حسن استقبال يا اسامة وشفنا من جمهور الوداد روح قبل المباراة وبعد المباراة منتهى الاحترام لقيمة النادي الاهلي والتمن نجوم افريقية اللي بيحملها النادي الاهلي فعشان كده بنقول لكابتن رضا بنراحة كابتن رضا وبنعتزل للجمهور بتاع الوداد وبنأكد ان ان شاء الله المباراة في الملعب ولكن تبقى الروح الرياضية ونحافظ على علاقة جمهور الوداد بجمهور النادي الاهلي وبنقول ان لا حييجي الوداد واكيد عنده حظوظ والنادي الاهلي يدرك ده جيدا ونتمنى اكيد التوفيق للنادي الاهلي الفريق اللي احنا اكيد ان شاء الله نفسنا نشوفه في النهائي